الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما أخبر به المصدوق فيما أخبر به فهو عليه الصلاة والسلام صادق فيما يخبر به عن الله وهو مصدوق فيما أخبر به من الوحي فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطل أمه إن أحدكم يعني من بني آدم يجمع خلقه في بطل أمه أربعين يوما نطفة وهو الماء المني ولهذا قال الله عز وجل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره فيكون أربعين يوما نطفة تبقى هذه النطفة أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك والعلقة هي القطعة من الدم ثم يكون مضغة مثل ذلك إذن الخلق يكون خلق الإنسان أربعين يوما نطفة وهي الماء المهين ثم يكون علقة وهو القطعة من الدم ثم يكون مضغة الأربعون الأخرى وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة فالمخلقة ما تبين فيها خلق إنسان بأن يتبين الرأس واليدان والقدمان وما أشبه ذلك ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل الواحد والثمانين يوما يستحيل أن يتبين خلق الإنسان في هذه المضغة قبل الواحد والثمانين يوما إذن هذه المضغة من الواحد والثمانين فصاعدا يمكن أن يخلق قبل ذلك لا يمكن أن يخلق وما بعد التسعين يكون مخلقا يقينا فعندنا الآن ثلاث مراحل ما قبل الواحد والثمانين لا يمكن أن يخلق ما بعد التسعين يكون تخليقه يقينا وما بين الواحد والثمانين إلى التسعين فهذا أمر محتمل يحتمل أن يخلق ويحتمل أن لا يخلق قال ثم يأتي إليه الملك يعني بعد المئة والعشرين بعد الأربعين الثالثة يأتي إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد يكتب رزقه هل هو حلال أو حرام هل هو قليل أو كثير هل يبارك له في رزقه أو لا وأجله هل يطول به الأجل أو يخصر به الأجل متى يموت وبأي سبب يموت وفي أي مكان يموت وفي أي لعرة يموت كل هذا مكتوب مقدر عند الله عز وجل وشقي أو سعيد يعني هل هو في حياته من الأشقياء أو أنه من السعداء فكل ما يتعلق بالإنسان من حيث بقاؤهم في هذه الدنيا وغناه وفقره وسعادته وشقاوته كل ذلك مكتوب عند الله تعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولكن جاء في بعض الروايات أن عمل هذا الرجل فيما يبدو للناس ولهذا جاء في رواية أخرى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فالناس الذي يبدو لهم أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة لكن والعياذ بالله في قلبه شيء وعنده أمر جعله ينتكس والعياذ بالله وتكون خاتمته أنه إلى النار كذلك أيضاً إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يعني يظنون أن هذا الرجل من أهل النار ولكن عنده من الحسنات وعنده من الإيمان ما لا يعلمه إلا الله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يعتني بقلبه وبصلاحه لأن المدار على ما في القلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم على وإن في الجسد مضغة والمضغة بقدر ما يمضغ من اللحم مضغة يعني قطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا صلحت بالإيمان واليقين والعلم النافع صلح الجسد كله بالاستقامة على أمر الله والعمل الصالح وإذا فسدت هذه المضغة بالإعراض عن ذكر الله عز وجل فسد الجسد كله بالمعاصي فالواجب أن يعتني المرء بقلبه فإذا قال قائل ما هي أسباب صلاح القلب فالجواب أن صلاح القلب له أسباب فمن أسبابه أولا العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا لأن هذا القرآن أعظم ما ينتفع به من جهة القلب قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا كان هذا القرآن لو أنزل على جبل مع صلابته وقوته لتصدع فما بال قلوبنا وهي مضغة قطعة من اللحم لا تتصدع ولا تتأثر إذن من أعظم ما يصلح القلوب هو القرآن لأن القرآن يلين القلب ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي يقول حافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي من أسباب صلاح القلب أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى فإن الإكثار من الذكر سبب لصلاح القلب وطمأنينته ولينه قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب من أسباب صلاح القلب الحرص على قيام الليل فإن قيام الليل له شأن عظيم في صلاح القلب واستقامته وإقباله على الله تعالى ومنها أيضا كثرة الاستغفار أن يكثر من استغفار الله تعالى ولا سيما في أيام ولا سيما في أوقات السحر ومنها أيضا الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان على طاعة الله تعالى واستقامته ولهذا قال الناظم رحمه الله دواء قلبك خمس عند قسوته دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالعز والضفر خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر يقول دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها يعني واضب عليها تفز بالعز والضفر ماذا؟ أولا خلاء خلاء بطن خلاء بطن وقرآن تدبره يعني تدبر قرآن كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر فعلى المرء أن يعتني بصلاح قلبه وأن يحرص عليه لأن المدار على القلب واعلم أن الله تعالى متى أعلم منك حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير يسر لك اليسرى وجنبك العسرى قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأسأل الله تعالى أن يسلح قلوبنا وأعمالنا نعم حديث لبعده قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث الإحداث بمعنى الاختراع أن يخترع وأن يأتي بشيء لم يكن له سلف سابق من أحدث في أمرنا أي في ديننا وفي شريعتنا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذان لفظان اللفظ الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أحدث أي اخترع وأنشأ شيئا على غير مثال سابق والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهل بين اللفظين فرق الجواب نعم اللفظان بينهما فرق الفرق الأول أن قوله من أحدث عام في الاعتقاد وغير الاعتقاد فقوله من عمل عملا هذا خاص بالأعمال وأما من أحدث فهو يشمل الأعمال والاعتقادات ثانيا أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل العمل محدث أحدثه بنفسه أو قلده أو قلد به غيره وأما من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد الفرق الثالث أن قوله من أحدث في من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من غير نظر وأما قوله من أحدث فهذا يقتضي أن ننظر في هذا الذي أحدث هل فيه مخالفة للشرع فنرده أو ليس فيه مخالفة فنقبله أيضا قوله من أحدث يشمل المعاملات أن قوله من عمل عملا يشمل المعاملات يدخل فيه المعاملات مثل بعض المعاملات التي ليس عليها أمر الله ورسوله وأما من أحدث فهو خاص بالاعتقادات كما سبق إذن بين اللفظين أعني قوله من أحدث وبين قوله من عمل بينهما هذه الفروق الأربعة نعيدها أولا أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال وأما قوله من أحدث فهو يشمل الأعمال والاعتقادات ثانيا أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل العمل الذي ليس عليه أمر الله ورسوله محدثا له من نفسه أو مقلدا غيره بخلاف من أحدث فهو خاص بالمحدث ثالثا أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من غير نظر وأما من أحدث فإنه يقتضي أننا لا نرد بل نتوقف وننظر هل هذا العمل مخالف للشرع فنرده أو ليس فيه مخالفة أيضا في قوله من عمل عملا يدخل في ذلك المعاملات التي ليس عليها أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مثل البيع المحرم والذبى ونحوه بخلاف من أحدث فإنه يتعلق بالأعمال والاعتقادات كما سبق يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود فكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود فيكون بدعة والبدعة أيها الإخوة ضابط البدعة الذي لا ينخرم ضابطها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة والبدعة محرمة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال إياكم ومحدثات الأمور وفي كل جمعة كان يحذر أمته فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذلك أن البدع يترتب عليها مفاسد عظيمة البدع لها مفاسد عظيمة من مفاسدها أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله حيث جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع العليم ثانيا أنه أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع والتشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق ثالثا من مفاسد بل ثانيا ثانيا من مفاسد البدع أن من لازم أي بدعة كانت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك أن يكون جاهلا أو كاتما للحق كل من ابتدع بدعة من لازم بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا أو كاتما للحق كيف ذلك نقول إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغها فقد كتب الحق فخالف قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن كان يجهل أنها من الشرع لا يعلم فقد وصفه بالجهل إذن كل مبتدع لابد أن كل مبتدع يستلزم من بدعته أو يلزم من بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون كاتما للحق وهذه أعظم عن مفاسد من مفاسد البدع أن الدين لم يكمل فالمبتدع يرى أن الدين لم يكمل بل بقي هذه البدعة فيكون مكذبا لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فكأن الشرع أو الدين يحتاج لهذه البدعة حتى يكمل من مفاسد البدع أن فيها تطاولا على شريعة الله عز وجل وجراءة عليها لأنه إذا فتح الباب فهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة ثم يكون الشرع أو تكون الشريعة ملعبة في أيدي الناس يسنون منها ما يشعون ويأخذون منها ما يشعون ويدعون منها ما يشعون ممفاسد البدع أيضا أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمعوا بدعة وسنة من مفاسد البدع أنها سبب لتفرُّق الأمة وتحزُّبها فيدخلون في قوله عز وجل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاقْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وقال عز وجل إن الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء فالحذر الحذر من البدع وفيما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم كفايةٌ لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد فيُؤخذ من هذا الحديث فوائد منها أولًا تحريم البدع وضابط البدع كما سبق كل قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصلٌ من الشرع ومن فوائده أيضًا أن الأصل في العبادات الحذر والمنع الأصل في العبادات الحذر والمنع فمن شرع عبادةً فإنه يُطالبُ بالدليل على مشروعيتها من فعل عبادة فإنه يُطالبُ بالدليل على مشروعيتها فلو تنازع أثنان في عبادة أحدهما يقول هذه العبادة مشروعة والآخر يقول ليست مشروعة فالقول قول من يقول إنها ليست مشروعة لأن الأصل في العبادات ماذا؟ الأصل فيها المنع والحذر حتى يقوم دليلٌ على مشروعيتها وها هنا أيها الإخوة ها هنا أربعة أشياء العبادات والمعاملات والأعيان والعادات فما الأصل في كل واحدٍ منها؟ عندنا أربعة أشياء أولاً العبادات الأصل في العبادات المنع والحذر فلا يُشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ولأن العبادة طريقٌ موصلٌ إلى الله ولا سبيل لنا إلى معرفة الطريق الموصل إلى الله إلا عن طريق ما جاءت به الرسل يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثانياً المعاملات من بيعٍ وشراءٍ وإيجارةٍ ورهنٍ وغيرها الأصل فيها الحلُّ والإباحة فمن ادعى تحريم معاملة فعليه الدليل لو أن رجلاً رأى شخصين يتعامل بمعاملة فقال هذه حرام يُطالب بالدليل لقول الله عز وجل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فكلُّ من حرَّم معاملةً من المعاملات فعليه الدليل على تحريمها ثالثاً الأعيان ما خلقه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من الأعيان من الأشجار والحيوانات وغيرها والنباتات الأصل فيه الحلُّ والإباحة فمن ادعى تحريم حيوانٍ أو نباتٍ أو ثمارٍ فعليه الدليل على التحريم فعليه الدليل على تحريم ذلك لأن الأصل الحلُّ والإباحة قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه رابعاً العادات ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم الأصل فيه الحلُّ والإباحة ما لم يكن فيه أو في صفاته مخالفةٌ للشرع إذن أيها الأخوة ها هنا أربعة أشياء عبادات فالأصل فيها الحضر والمنع ثانياً معاملات من بيعٍ وشراءٍ وإيجارةٍ وراهنٍ وغيرها الأصل فيها الحلُّ والإباحة العادات ما اعتاده الناس الأصل أيضاً فيه الحلُّ والإباحة الأعيان ما خلقه الله عز وجل من الأعيان الأصل فيه الحلُّ والإباحة فمن ادعى تحريم حيوانٍ أو تحريم نباتٍ أو تحريم ثمرٍ من الثمار فعليه الدليل فمثلاً لو أن رجلاً صاد حيواناً فجاء شخص وقال هذا الحيوان حرام لا يجوز أكله فيقول هذا الرجل أين الدليل أو أعطني الدليل على أنه محرم لأن الأصل الحلُّ والإباحة إذن جميع الحيوانات جميع الحيوانات التي خلقها الله ونعني بذلك حيوانات البر الأصل فيها الحلُّ والإباحة لا يحرم منها إلا ما دخل تحت قواعد نذكرها سبع قواعد أو ست قواعد ما سواها مباح فالمحرم من الحيوانات من حيوانة البر كالتالي أولاً الحمر الأهلية الحمر الأهلية محرمة احترازاً من ماذا؟ من الحمر الوحشية فإنها حلال والدليل على حرمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادياً أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رتس إذن الأمر الأول مما يحرم الحمر أيش؟ الأهلية احترازاً من ماذا؟ من الحمر الوحشية معروفة طيب ثانياً بما يحرم كل ما له ناب من الطير يصيد به كل ما له ناب من السباع يصيد به وكل ما له مخلب من الطير يصيد به فكل حيوان له ناب يصيد به فهو محرم وكل طائر له مخلب يصيد به فهو محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فكل ما كان من ذوات المخالب من الطير فإنه محرم وكل ما كان له ناب من الحيوانات فإنه محرم رابعاً من المحرمات ما يأكل الجيف الحيوانات التي تأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها يقول هذه محرمة وفيها خلاف رابعاً أخامساً من المحرمات كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة ذكر منها ستة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور وفي رواية والعقرب كم هذه؟ ستة أضف إليها الوزغ تكون سبعة إذن الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة هذه لا تحل كلها محرمة لأن الأمر بالقتل ينافي الحل من أيضا كمرق الذي بعده طيب كل حيوان نهى الشارع عن قتله كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرات النملة معروفة والنحلة معروفة والهدهد معروف والصرات أيضا معروف الصرات حيوان صغير يعني أصغر من الحمامة له رأسه أحمر يعني يميل الحمر هذا هو الصرات هذا أيضا مما أربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إذن كل حيوان نهى الشارع عن قتله فإنه محرم السادس مما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان متولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام مثل ماذا؟ مثل البغل البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس يتولد البغل قال أهل العلم رحمهم الله وكل متولد لا يتوالد البغال البغال الآن لا تتوالد يعيش ثم ينقرض إذا لم يحصل توالد من قبل أن الفرس ينزو على الحمار أو أن الحمار ينزو على الفرس لا يحصل بغال لكن هي فيما بينها لا يمكن أن تتوالد كل متولد لا يتوالد ومثله أيضا السمع والعسبار ولد الذئب من الضبع أو العكس إذا نزل الذئب على الضبع أو نزل الضبع على الذئب يتولد إما العسبار وإما السمع هذه الثلاثة التي هي البغل والسمع والعسبار محرمة لا يجوز أكلها لماذا؟ لأنها تولدت بين مباح وغيرها يعني اجتمع فيها مبيح وحاضر ففيها حرام وفيها حلال والشناب المحرم واجب ولا يمكن الشناب المحرم إلا بالشناب المباح فوجب الشنابهما جميعا إذن كل حيوان متولد مثل البغال والسمع والعسبار هذا محرم ولا يجوز أكله لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر تعرفون البغل معروف؟ ها؟ معروف يتولد ولا ما يتولد؟ ما يتولد؟ نعم لا يتولد البغال لا يتولد وهذا شيء أقول أجل الله عز وجل عليه الطبيعة نذكر لكم يعني فائدة يقال إن الجاحظ صنف كتابا فيما يتعلق بالحيوانات والمراد حيوانات البر صنف كتابا فيما يلد وما يبيض يعني ما هي الحيوانات التي تلد وما هي الحيوانات التي تبيض فجمع كتابا مجلدا ضخما أو أكثر هذا يلد وهذا يبيض هذا يلد وهذا يبيض فجاءه أعرابي فقال له ما هذا الكتاب الذي صنفته؟ قال هذا الكتاب عظيم فيما يلد وما يبيض من الحيوانات فقال طيب كتابك هذا تغني عنه كلمتان ما هما؟ قال له كل أذون ولوت وكل صموخ بيوض كل ما له إذن يعني جارحة يلد وكل ما كان صموخ إنما هو ثقب فقط فهو يبيض طبق هذا الحمام صموخ الدجاج صموخ يبيض الأرنب له أذان كبيرة من شاء الله طيب يلد بهيمة العام تلد الغزال يلد إذن كل ما كان له أذن يلد وكل ما كان له مجرد ثقب فقط ليس له جارحة فهذا يبيض فقال كل أذون ولوت وكل صموخ بيوض وهو يقصد حيوانات البر لا يقصد ما يتعلق بالبحر أو البرمائيات فأنتم جربوها واخبرونا هل يصد مضطردة في شيء ينقضها ما هو أن تقول مضطردة القرى فيه لا هي هذه القاعدة الله أعلم على ما تتبعت لكن مضطردة والأعراب ما قالها إلا بعد خبرة قال كل أذون ولوت ومعنى كل أذون يعني له جارحة وليس المردن يسمع كل حيوان تسمع وكل صموخ ما ليس له أذن فهو بيوض وطبق هذا على الحيوانات طيب أيضا من المحرمات من المحرمات عند بعض العلماء ما يستخبثه ذو اليساري من العرب فقالوا إنما استخبثه ذو اليساري من العرب إنه محرم واستدلوا بقول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فقالوا كل خبيث محرم وكل طيب مباح ولكن هذا القول ضعيف لأنه ليس هكذا معنى الآية ليس معنى الآية كل طيب حلال وكل خبيث محرم بل معنى الآية الذي لا يصح سواه أن كل ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه فالمرجع إلى ما يكون خبيثاً وما ليس خبيثاً ليس إلى الناس وإنما هو إلى الشرع إذن معنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث معناها أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه لأننا لو رجعنا إلى أفهام الناس وأذواقهم لحصل الاختلاف من الناس من يستخبث بعض الطيبات هناك أناس لا يأكلون لحم البقر أناس لا يأكل لحم الأرنب نعم أناس لا يأكل الضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكل الضب بين يديه على مائدته عليه الصلاة والسلام كره ذلك وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه ولكنه لم يحرمه ولكنه كرهه كراهة شخصية لأنه ليس في أرض قومي إذن المرجع فيما يكون حلالا وما يكون حراما من الطعام المرجع في ذلك إلى الشرع فما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه لأن هناك ناس يأكلون أشياء مستقدرة يأكلون الثعابين يأكلون العقارب إلى غيرها ولهذا بعض الأعراب سئل ماذا تأكلون من الطعام قال كل ما دب ودرج كل شيء يمشي في الأرض نأكله خنافس نمل عقارب ثعابين وهذا يوجد يوجد في بعض البلدان يأكلون الثعابين يأكلون العقارب يأكلون الخنافس وغيرها لكن هذه كلها من المستخبثات والمستقدر وهذا يدلك على أن المرجع فيما يكون حلالا وما يكون حراما إلى الشرع نعم هذه بعض القواعد فيما يتعلق بالمحرم من الحنوان إذن نعيدها أولا الحمر الأهلية وثانيا كل ذيناب من السباع وثالثا كل ذي مخلب من الطير ورابعا ما يأكل الجيف وخامسا ما أمر الشارع بقتله وسادسا ما نهى الشارع عن قتله وسابعا ما تولد من مأكول وغيره وثامنا ما يستخبثه ذور يساري من العرب وقلنا أن هذه القاعدة لا تصحوا والله أعلم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر